أنت خلقت النيل في العالم الأرضي وأنت تخرجه بأمرك وتحفظ به الناس يا إله الجميع إن تسرب إليهم الضعف يا رب كل منزل أنت تشرك من أجلهم أنت الذي خلقت في السماء نيلا لكي ينزل عليهم ولهم يتساقط الفيضان على الجبال كالبحر الزخر فيسكي مزارعهم وسط ديارهم هذه إنشودة دينية ألفها الملك إخناتون يخاطف فيها الإله آتون وتغنى بها بنهر النيل ولكن ما الذي كان يعتقده المصريين القدماء قبل ذلك وقد حفر المصريين القدماء في عهد الملك سنسرت الثالث كانت تربط بين النيل والبحر الأحمر سميت بقناة سيزستريس وهو اسم أحد ملوك مصر القديمة في العام 1874 قبل الميلاد ثم عيد حفره في عهد الملك سيتي الأول الذي تولى حكم مصر عام 1310 قبل الميلاد خلفا لأبيه رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشر وزلت القناة تعمل أحيانا وتغلق أحيانا ثم عاد الملك نخاو الثاني حفرها عام 610 قبل الميلاد يذكر أنه في عصر المصريين القدماء لم يكن هناك إلها لنهر النيل وإنما كان هناك إلها جسد الفيضان وهو الإله حابي لم يكن المصريين القدماء يعبدون النهر في سورته المجردة ولكنهم قدسوا لكونه سببا أساسيا للرخاء والخصوبة الأرض بالبلاد في العصر الروماني أصبح لنهر النيل إلها وهو نايلوس في أثناء حجبة العصر اليوناني وعصر البطلمة بعد وصول الإسكندر المجدوني إلى مصر وتأسيس دولة البطلمة كسر عدد الزائرين إلى مصر من تجار وعلماء وكسر ارتيادهم لعالي النيل ولكنهم لم يتوغلوا لأبعد من نقطة التفاء النيل الأزرق بالأبيض كان الجغرافي اليوناني إيراتوستينس هو أول من درس مجرى النيل بشيئا من الدقة فوصف نهر النيل وصفا دقيقا وأشار إلى وجود بحيرات ينبع منها النار ثم تلاه المؤرخ سترابو الذي طفى في أرجاء مصر ووصل إلى الشلال الأول وتوغل قليلا فيما وراؤه ولكنه لم يذكر أي معلومات زيادة عما ذكره أسلافه أما بطليموس الذي يعد أحد أعظم الجغرافيين في عصر الإمبراطورية الرومانية فقد وصفها مجرى النيل وصفا دقيقا حتى مدينة مرواي وقد جعل بطليموس نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق عند خط عرض 12 درجة بدلا من 15 و10 بالمئة درجة وهذه الغلطة ربما كانت يسيرة لجغرافي في ذلك العصر ولكنه في نفس الوقت كعل منابع النيل أبعد في الجنوب مما كان يعتقد طور البطالمة والرومان ترقا لكياس منسوب مياه نهر النيل وإحدى هذه الترق كانت إداة محمولة وهي عبارة عن عصر مدرجة صنعت من البوس توضع بشكل طولي في مجرى النيل لكياس مستوى الفيضان ثم تطورت لتصبح على شكل سلم نقشة على جدران الداخلية كياسات الفيضان بالأزرق أقام البطالمة المعابد على ضفتين نهر النيل وزودوها بمقاييس النيل كما عصر على نقوش في معبت فيلة تظهر توقيت وزمن الفيضان حين كانت الترائب تحسب على أساس مستوى فيضان النيل يذكر أنه في العام 2014 أعلن وزير الأسر والتراث المصري ممدوح الدمات عن اكتشاف بقايا مدينة تحت نهر النيل أسفل طبقة من الطمي جنوبة مدينة رشيد في شمال البلاد ترجع العصر الرومان وتعد هذه المدينة نموذجا متميزا يعكس آليات تخطيط المدن الرومانية في الدلتة اشتركوا في القناة